موسيقى نتابع مشاهدين هذه الحلقة من ساعة حرة دكتور مايكل روبين في واشنطن إلى أي مدى تتوقع أن يعيد مسار الأزمة الخليجية رسمة تحالفات في المنطقة ولسيما مع التدعيات المحتملة على تركيا بعدما يستقبل الرئيس التركي أمير قطر في زيارته المقبلة جزء مما أعتقد أنه يجري ليس فقط الشكاوى من الإرهاب جزء مما يجري يحفزه أو تحفزه الرغبة للتأكيد على ملكية وقيادة سعودية على الحرمين في مكة والمدينة ورئيس اردوغان يدفع لدور قيادة في العالم الإسلامي وهذا أحد الأسباب لماذا هذه الأزمة هي أعمق بكثير من المطالب الثلاثة عشر السعودية تفهم هذا ومصر تفهم هذا والأعضاء الآخرون الذين نراهم سيجعلون نرى حرب باردة أطول بين الدول الأربعة وتركيا سيد خالد المجرشي في القاهرة المحلل السياسي السعودي هل من المتوقع أن تقدم السعودية والدول المقاطعة لقطر على إجراءات ما ضد تركيا بعدما يستقبل الرئيس التركي أميرا قطر والله أعتقد أو لا أعتقد ذلك إذا كان هناك إجراءات تركية ستتخذ بعد هذه الزيارة فسيكون رد قويا من جانب دول المقاطعة ولكن أعتقد تركيا على علم كبير ويهمها علاقاتها خاصة مع ثلاث دول السعودية والإمارات والبحرين أعتقد أن تركيا لا تهمها العلاقة مع مصر لأن النظام التركي الذي دعم محمد مرسي وكان خلفي هنا في 6 أكتوبر جماعة الإخوان الإرهابية عندما زار الرئيس التركي طيب رجب أردغان القاهرة ووضعت صوره فأعتقد لن تكون حريصة على العلاقة مع مصر أعيد وأكرر الدول المقاطعة الآن تنتظر رد هذه الزيارة لو تركيا اتخذت إجراءات أخرى مع قطر كأعتقد كزيادة لعدد الجنود الأتراك أو ما شابه ذلك أعتقد سيكون الرد قاسيا نحو الجانب التركي سيد المجرشي كيف تتحضر الدول الأربع لاحتمال قيام تحالف تركي إيراني قطري أوسع مما نشده حاليا من اتصالات ثنائية وما إلى ذلك يا عزيزي الفاضل أعتقد إيران التحالف القطري والإيراني هو تحالف قديم ولكن الآن ظهر على السطح أو فضح أمره إذا انضمت معهم تركيا فأعتقد سيكون أول الإجراءات الرسمية من قبل قادة مجلس التعاون هي خروج قطر من مجلس التعاون الخليجي وستكون طبعا هناك إجراءات في حين ولكل حدث حديث نعم سيد سعيد الحاش في اسطنبول هل تركيا تتحسب لهذا الاحتمال الاحتمال أن تكون ثمة إجراءات من الدول تتعلق بمستوى العلاقات الدبلوماسية ربما بإجراءات اقتصادية في حال كانت نتائج زيارة أمير قطر لتركيا هي تعزيز لمنح التقارب التركي القطري الإيراني بغير مصلحة هذه الدول هذا احتمال يبقى قائما لأننا رأينا قليل من الحكم الحقيقة في إدارة هذه الأزمة الخليجية رأينا كثير من القرارات الانفعالية والعشوائية في القرارات المتخذة والمسار الذي اتخذته الأزمة في مراحلها المختلفة لكن في نهاية المطاف هناك فروق قبيرة جدا بين تركيا وقطر قطر دولة داخل المنظومة الخليجية حقائق الجيو بوليتيك والعلاقات الاقتصادية تفرض عليها ضغوطا غير مسبوقة ما يسميه البعض لعنة الجغرافيا فرضت نفسها في هذه الأزمة ولذلك احتاجت للجسر الجوي التركي لكن من نسبة لتركيا هي ليست موجودة في تلك الجغرافيا القدرة على الضغط عليها مختلفة جدا أوراق القوى التركية السياسية والاقتصادية وعلاقاتها الدولية وحتى عسكريا مختلفة جدا الحقيقة عما يمكن أن يقارب بين القوى السعودية والخليجية الأخرى وقطر وبالتالي قدرة هذه المنظومة الخليجية المدعومة من مصر على الضغط على تركيا الحقيقة قليلة جدا ربما يكون هناك بعض العتب بعض الإجراءات الدبلوماسية المعينة لكن في نهاية المطاف القدرة على التأثير في تركيا بعيدة جدا الحقيقة عن المنظومة الرباعية هذه وفضلا عن أن الأزمة الخليجية التي تستهدف دولة قطر لم تؤدي إلى نداء إجمال موسى حتى الآن فما بالك بالشريك الآخر أو دولة أخرى التي تملك الحقيقة الكثير من أوراق القوى أنا أعتقد أن تركيا ستكون حريصة على تقديم رسائل إيجابية خلال هذه الزيارة وستأكد مرة أخرى على دعمها للوساطة الكويتية وستأكد على حل الأزمة الخليجية بالطرق السلبية وعبر الحوار والتفاوض وأعتقد أن الزيارة التي قام بها أردوغان إلى الدول الخليجية أيضا أظهرت هذا الموقف التركي الواضح وزار قطر ولكن أيضا زارة السعودية وزارة الكويت وبالتالي لا أتوقع أن تخرج الزيارة الحقيقة عن اللقاءات البرتوكولية والتصريحات الشاكرة للموقف التركي وبالتالي ليس هناك من مسوغات كبيرة لدول الحصار الأربع لأن تتخذ قرارات أو إجراءات أو سياسات عقبية تجاه تركيا دكتور مايكل روبين في واشنطن ما توقعاتك لمسار الأزمة الخليجية؟ ما الذي سيحصل وفق قراءتك؟ أعتقد أن أزمة الخليج ستستمر لفترة طويلة الموضوع الأساسي هل قطر ستستمر في تمويل الإخوان المسلمين أم لا؟ هناك بالفعل اتفاق دبلوماسي في 2014 وأعضاء الرباعية والولايات المتحدة لا يشعرون أن قطر احترمت الاتفاق إما ستتوقف قطر عن تمويل الإخوان أو ستكون هناك حرب باردة طويلة الأمد رئيس ترامب يعد الاستراتيجية لمواجهة إيران في المنطقة قد تعلن قريبا ما مدى حاجته في هذا الصياق إلى حل أزمة الخليجية لتنطلق هذه الاستراتيجية؟ أم أن مسار الأزمة الخليجية لا يؤثر في الاستراتيجية الأمريكية المحتملة ضد إيران؟ هناك قلق بشأن العلاقات القطرية الإيرانية دعنا نكون وضحين استراتيجية ترامب لها علاقة أكثر بالنفوذ الإيراني في العراق وسوريا واليمن ولبنان تذكر من يحارب النفوذ الإيراني في اليمن أكثر شيء في السعودية والإمارات وبالتالي أنا غير متأكد أن قطر ستفوز في هذه الحالة وبالتالي واشنطن يمكن أن تكون بشكل معلم بجانب السعودية والإمارات في مواجهة قطر إن بقيت الأمور على ما هي عليه هل ستتخذ واشنطن برأيك موقفا بجانب طرف من طرفي هذا النزاع؟ رسميا واشنطن ستطالب دوما بالحوار هذا ما نقوله وفي قلوب الكثير من الناس في واشنطن الناس يدعمون السعودية والإمارات السعودية وتركيا في تقديرك هل علاقتهما ستسوء بفعل هذا الدعم التركي لقطر؟ نعم تركيا تحدثت مرة عن عدم وجود مشاكل مع الجيران الآن تقريبا هناك مشاكل مع كل دول الجوار يعني من سياسة صفر أعداء إلى صفر أصدقاء تقول؟ بصورة أساسية ما سنراه هو قطبي نفوذ لن يكون هناك تقارب بينهما قريبا الرئيس أردوغان لديه أيديولوجية وهذه الأيديولوجية تتحدى الوضع القائم في الشرق الأوسط لهذا السبب الكثير من الدول تمتعض منه شكرا جزيلا لك الدكتور مايكل روبين الباحث الأمريكي في معاد أمريكا انتربيز من واشنطن أشكر من أسطنبول الباحث المتخصص بالشؤون التركية سعيد الحاج ومن القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السعودي خالد المجرشي شكرا لكم مشاهدين لمتابعة هذه الحلقة من ساعة حرة والتي ناقشنا فيها الأزمة الخليجية انطلاقا من الزيارة المزمعة لأمير قطر للتركيا يوم الخميس شكرا للمتابعة إلى اللقاء شكرا للمتابعة إلى اللقاء